السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبايب عاملين ايه؟ انا عملت قرص الافران النهاردة الطرية اللي هي محشية بالسكر والقرفة طلعت لذيذة قوي تعالوا هلا اقلوك على المقادير عندي نصف كيلو من الضيق اللي هو اربع كبيات من المج اللي بتاع الشاي العادي ده بنخلهم كويس وبعد كده بحط معلقة كبيرة من الخميرة الفورية عليهم ربع كباية من الزيت اي زيت موجود عندنا بس الاحسن ما يكونش يعني بتاع التموين وربع كباية من السكر وحط رشة كمان من الملح وعندي المحسن بتاع المعجنات اللي قلتلكوا عليه اللي هو معلقة خل معلقة كبيرة خل ومعلقة كبيرة زبادي ومعلقة كبيرة بيكنج بودر بقلبهم مع بعض وبعد كده بحطوهم فوق العجينة وعندي اخر حاجة كباية وربع تقريبا من المياه بعجن بيهم لغاية ما تبقى عندي عجينة حلوة ومتمسكة مش بتلزق ولا طرية ولا هناشفة بدهن البولة بالزيت وبدهن نوش العجينة كمان بالزيت عشان ما ينشفش شايفين العجينة عاملة زي جميلة جدا بحطها بقى في البولة وبغطي مكان دافي وبسيبها ساعة ساعة ونص لان احنا اتجاود غير شوية وبقى ساقع شوية فبنسيبها براحتها لما تخمر وتعلى بالشكل ده بهبطها شوية وبقى ديها تقلبتين كده بأدية وكون راشة رخيمة دقيق وبشكلها كور يعني يكون اكبر من كرة البنجبونج البيضة دي شوية وبسيبها ترتاح وكون دهنة صنية وفرشاها بورق الزبدة وعندي نص كباية من السكر او كباية الا ربع من السكر وعليها نص معلقة من الارفة بقلبهم مع بعض وباخد اول واحدة انا شكلتها من الكور وبحش العجينة بالسكر والارفة قبل المعلاقة كده الا شوية وبقفل عليها كويس جدا من تحت علشان ما تفتحش معايا في السوى والسكر يقع منها وتبقى محروقة في الصينية ده نص كباية من اللبن ومعلاقة من العسل اسود علشان السمسم لما حطوا عليها ما يقعش في الصينية ويفضل متماسك عليها من فوق الوش بغطسها كده وشها في اللبن والعسل وبعد كده في السمسم وبرصها وبسيبها ربع ساعة او نص ساعة قبل ما دخلها الفرن بتطلع بالشكل ده العسل واللبن عطيانها لون حل وقوي والسمسم زي ما احنا شايفين مش بيقع وطلعت طرية وجميلة بس اول لما بتطلع برشها رشة مية بسيطة كده وبغطي عليها واسبها عشر دقايق وبتطلع في منتهى الجميل يلا جربوه بالفعلة